اهلا بكم ورجعت لكم تاني بعد اجازة العيد كل سنة وانتو طيبين ونهاردة اقدم لكم وصفة صحية وهي الارانب طبعا احنا عارفين قد ايه لحم الارانب مفيد جدا وغني بالفيتامينز والكالسيوم الغني العالي جدا وطبعا مفيد لضغط الدم ومفيد جدا لامراض المفاصل وهشاشة العظام هحتاج حوالي كيلو او من كيلو ونص الكيلو وستمية من الارنب والتوابل اللي هحتاجها ملح معلقة صغيرة من الملح الكزبرة لحب المطحون فلفل اسود روز ماري فريش توم مفروم بابريكا وفلفل اسود وحبهان مطحون وهحتاج برضو بصلة مفرومة ناعم جدا وهبتدي دلوقتي احضر الارنب طبعا لازم في اي مشويات سواء دجاج او ارانب او اللحوم لازم اجفف اللحوم كويس جدا قبل وضع التدبيل لان الخطوة دي مهمة جدا عشان تبقى كل المكونات نحوش طبعا اولا الدم الزائد او اي حاجة زي ده ونتأكد من التنظيف تماما طبعا انا نضفته بمية ولمون كويس جدا وغسلته كويس جدا وبعد كده هبتدي دلوقتي اتبل الارنب معايا هقطعه دلوقتي من اربع لخمس قطع على حسب القطع اللي بتحبيها بتفضلي تقطعها طبعا احنا عارفين ان الارنب خفيفة ومن انوع البروتين الغنية وقليلة جدا في الدهون ممتازة جدا لانقاص الوزن ممتازة جدا لكل الانظمة الغذائية كيتو دايتلو كارب او اي نظام غذائي بتتابعوه مفيدة جدا لامراض الكلة وامراض الكبد لانها مش بتحتوي على نسبة كبيرة من الدهون وخفيفة على المعدة مش بتسبب اي امساك قطعت اللحمة الارنب من حوالي لاربع او خمس قطع وهبتدي دلوقتي احطهم في الطبق علشان ابتدي اتبّلهم بالتدبيلة اللي ذكرتها في اول الفيديو هبتدي اخد جزء من التدبيل هضيفه على معلقة كبيرة من الزبدة المزابة علشان تدي تحمير وتراوة الارنب لاثناء التحمير هضيفهم وهخلطهم كويس جدا مع البصر المفروم وهقلبهم وبعد كده هبتدي اتبّل الارنب طبعا الارنب لحمها خفيف جدا فمش بيحتاج وقت للتدبيل يعني ممكن مجرد ما تتبّلها تحطيها على الفرن على طول او قبلها بنصف ساعة بالكتير هبتدي اقطع روزميري وافرمه علشان ابتدي اخرج كل ديوتة العطرية اللي موجودة فيه هدمت كل خليط التوابل وابتدي دلوقتي اتبّل كل اجزاء الارنب بالشكل اللي احنا شايفينه طبعا احنا عارفين ان الارنب غنية جدا بالفيتامينز غنية بفيتامينز بي 12 وبي 1 وسهلة جدا في التحضير وكمان سهلة جدا في الهضمة ومن النوع البروتينز اللي مش بياخد وقت في الطهر لان لحمه طري وخفيف جدا هبتدي اضيف كل تدبيلة في اجزاء الارنب لعلشان كل قطع اللحم تتبّل كويس جدا بالتدبيلة اللي انا هضيفها وابتدي دلوقتي احطوهم على الشبكة وهضيف عليه غطى علشان زي ما احنا قلنا في اول الفيديو وذكرنا ان هو ما فيهوش اي دهون كتير فطبعا لازم هغطيه في كامل التسوية اخر خمس دقايق او سبع دقايق هبتدي احوش الغطى عشان ياخد التحمير اللي من فوق وعشان هشغل الشواية اخر سبع دقايق من التسوية هو حوالي بيحتاج مش بياخد وقت كبير بياخد حوالي من خمسة وتلاتين لاربعين دقيقة داخل الفرن زي ما احنا شايفين كده وهبقي جزء من التدبيلة علشان هبتدي اضيفه مع شرائح من البطاطا اه هقدمها اه كالوكر بصحية مع وجبة الارانب غطيتها زي ما احنا شايفين وهدخلها في الفرن على درجة حرارة متين من مدة خمسة وتلاتين لاربعين دقيقة هقطع دلوقتي اه البطاطا طبعا احنا عارفين ان البطاطا غنية بالبيتا كاروتين وفيتامين سي وهي مهمة جدا لتقوية المناعة اه ومفيدة جدا طبعا لكل الاعمار اه وغنية جدا با فيتامين اه بي هقطعتها شرائح وهبتدي اخد من نفس التدبيلة اللي تدبيلت بيها الارنب هحطها على الخضار وطبعا مش هحطها مع الارنب ان بفضل الخضار اسويل وحدي بعيد عن اي بروتينز علشان ياخد طعمه منفصل عن البروتينز ما يكونش في اي نوع من اه الزفارة بتاعة البروتين هغطي برضو البطاطا اه بورق زبدة كويس جدا وهدخلها الفرن اه مع اه الارنب للتسوية في المرحلة دي ابتدي اه اه احضر اه اه سلطة خفيفة جدا بديل اه المايونيز اه طبعا دي معايا جبنة كريمية انا اللي جبنة دي عاملها في البيت ان شاء الله هعرض لكم فيديو كامل بطرقتها اه والتوابل اللي حطتها كزبرة مطحونة اه اه اخدر وشبت اه اه مفروم وكرومب او خاص كابوتشي مفروم وملح اه هيمالايا وفاصين توم مفرومين اه فرمتهم كويس جدا او ممكن تدقيهم في هون انا عايزاهم نعمين جدا زي ما انا موضحة في الفيديو وهقلبهم كويس جدا مع معلقة كبيرة من خل التفاح طبعا احنا عارفين قد ايه خل التفاح مفيد جدا لانه بيساعد الجسم على امتصاص كل الفيتامينز والمعادن اللي بيحتاجها الجسم من الاغذية لازم مهم جدا تضيفي معلقة كبيرة على اه اي نوع سلطة اه بتقدمي اه اه في الغداء لانه اه اخلي التفاح مليان فويد وهو من السوبر فود خرجت الارنب وبالطريقة دي هقدمه زي ما احنا شايفين اه اخد التسوية المزبوطة اه لونه اه محمر كده بلون دهب جميل ودي البطاطس او البطاطا اللي هقدمها مع اه الارنب اه تعمها حلو جدا وفيها تعم سويت اند ساور اه وهي طبعا من اللوكرب الصحية اللي سهلة في الهضم ومفيدة جدا وصفة صحية وسهلة في التحضير وسهلة في الهضم اه بتمنى تكون الوصفة عجبتكم اه وبشكركم على اه دعمكم الدائم وتعليقاتكم الجميلة ما تنسوش اللايك والشير مع السلامة اشتركوا في القناة